أهلا بحضراتكم من جديد والحديث عن منتخبنا الوطني والتحاد الكرة وماذا يحدث في خمسة شارع الجبلية الحمد لله يمكن احنا من أول لحظة بعد خروج منتخبنا من كاس الوم الإفريقية كان عندنا السبق دايما في سرد كل التفاصيل والأحداث فيما يحدث داخل اتحاد الكرة وفيما يحدث داخل المنتخب الوطني اتكلمنا عن القضية مين السبب فيها ومين اللي اختار ومين اللي خطط وقلنا النتيجة نتيجة متوقعة محدش يتخيل ان ممكن النتيجة تكون مفاجأة ولكن النتيجة متوقعة وطرحنا حلول وقلنا المفروض السكة الفترة اللي جاية لو انتم عايزين تحلوا من دلوقتي والحل كان بياخد اتجاه من الاتنين يا اما تقول الاتحاد الكرة شكرا قديت ما عليك لم تنجح فيما اسند إليك من ملفات وبالتالي يتم التغيير على مستوى الجهاز بالكامل من اول اتحاد الكرة مرورا بالمنتخب الوطني ولكن استضمت هنا بوجهة نظر قد تكون صائبة ان الانتخابات المفروض عقب الدورة الولمبية الى العاب الولمبية في باريس والدورة الولمبية في باريس او مشاركة منتخبنا الولمبي هتكون في شهر سبعة وثمانية وبالتالي احنا بنتكلم في عدد اشهر ما يزيدش عن خمس ست شهور فبالتالي الانتخابات افضل من اللجوء لفكرة التعينات واللجوء الى اللجان الدائمة التي يتم تعيينها من الاتحاد الدولي وانا اتفق مع هذه وجهة النظر في ظل ان حتى لو الليحة بتقر على تعيين مجرد تنفيذي انا متأكد من يوم في المياه ان الاتحاد الدولي سيتدخل وسيعين لجنة مؤقتة واللجنة هتجيب لجنة وبدل ما يبقى انتخابات بعد ست شهور اتلاقي نفسك داخل في انتخابات بعد سنتين ثلاثة وعندكم تجربة 2019 خير ودليل ده جانب الجانب التاني وهو الجانب اللي ممكن الحلول فيه اسهل شوية وهو تغيير الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ومن يوم الثلاث والالربع اللي فات قلت لحضراتكم القرار تم اتخاذه بشكل رسمي وخلال الايام القادمة هيتم الاعلان عن تفاصيل فك الارتباط مع روي فيتوريا وبالفعل طلعنا الاربع قلنا التفاصيل خدنا الكميس اجازة والجمع اجازة جينا النهاردة السبت اللي احنا قلناه من يوم الاربع بيتحقق على ارض الواقع وبيتكتب دلوقتي في المواقع وفي البرامج التلفزيونية المهتمة بالشأن الرياضي وبالتالي روي فيتوريا اصبح خلاص ليس مديرا فنيا لمنتخب مصر تبقى للمعلومات التي ترد الينا من مصادر موصوقة داخل اتحاد الكورة طيب ماذا بعد الخطوة القادمة الخطوة القادمة الان هناك عمل على اتجاهين اولا التفاوض مع روي فيتوريا هناك شرط جزائي 3 شهور هناك راتب شهر يناير بعد خروج منتخبنا فبتتكلم على حدود حوالي 4 شهور راتب لي الجهاز الفني البرتغالي بالتأكيد هناك تفاوض على هذه الاشهر بحيث انه ممكن ياخد شهرين شهر يناير وشهر من الثلاث شهور الشهرة الجزائي ويكتفي بذلك ولكن المعلومات اللي عندي برضو ان روي فيتوريا شايف انه هو لم يخطئ في اي شيء وانا بقول لكم برضو معلومات انا مش بقول وجهات نظر انا هنا في التريند دايما انتم بتعودين معايا بقول معلومة والايام بتثبت الحمد لله صحة كل معلومة بنقولها الحمد لله يعني ايه من نصق في يعني مش هقول بنصق بس ما بقولش معلومة غير لما بعمل عليها من التليفون لغاية لما اتأكد انها معلومة صحيحة فيتوريا زعلان ومداي ومش عايز يفسخ التعاقد وشاف انه هو ما فشلش زي ما الاعلام بيقول او زي ما احنا بنقول او زي ما اتحاد الكرة بيقول لانه هو شايف ان التعاقد اللي تم معاه ما كانش في اتفاق على فكرة انه هيحقق نتائج في كاس الامم او فيه ترجط مطلوب منه في كاس الامم في الكودفوار عشرين تلاتة وعشرين او كاس الامم في المغرب عشرين خمسة وعشرين لانه برضو من الحاجات اللي احنا يعني لفتت انتباهنا لما تعمل تعاقد اربع سنين مع مدرب لغاية عشرين ستة وعشرين شوف الفترة دي انت عندك كم ارتباط رسمي عندك تصفيات افريقية عندك تصفيات كاس عالم وعندك بطلتين كاس امم عشرين تلاتة وعشرين وعشرين خمسة وعشرين فمش من الطبيعي انك تعمل تعاقد بدون اي حساب على كل هذه الفترة فالراجل لو بيتكلم تبقى لبنود التعاقد وبيتكلم صح المشكلة في اللي كتب العقد والمشكلة اللي طرح العقد او طرح بنود العقد واللي اتفق عليها مع روي فيتوريا ففي النهاية الراجل متمسك بالشرط الجزائي هياخده ولكن في حال تمسكه بالشرط الجزائي قبل اجتماع بكرة اعتقد ممكن يتم اتفاق معه على تسوية ان الرقم يتدفع معه على دفعات ولكن اذا رفض ان الرقم يتدفع على دفعات هيبقى الاتحاد ساعتها مجبر على سداد قيمة الشرط الجزائي بالكامل لان بسهولة جدا الراجل ايروح للفيفا وفي ظرف شهر شهرين ايخد قرار وحكم على الاتحاد المصر نتيجة ان التعاقد اللي تم للأسف كانت فيه اخطاء تعاقدية محدش استفاد من اخطاء الماضي والاخطاء بتتقرر مع كل تعيين جهاز فن جديد وللأسف يمكن حتى التعاقد لما تعمل المفروض يعني اتراجع من الشؤون القانونية وراح وزارة الشباب والرياضة الوزارة بصت على التعاقد شافت ان التعاقد تبقى للمشروع اللي عايزين يعملوه مناسب وفقة ودة الاعتماد البنكي فبالتالي وصلنا في النهاية هذا التعاقد اللي اصبح دلوقتي مطلوب من اتحاد الكورة انه هو يخرج منه باقل الاضرار الممكنة عموما دي مرحلة فيتوريا ساعات والاتحاد هيعلن ان خلاص الموضوع انتهى انتهى بقى بسداد الشرط الجزائي بالكامل انتهى بتسويت وسداد الشرط الجزائي على دفعات انتهى وان الرجل تنازل عن شهر شهرين اسبوع اسبوعين هم احرار في النواحي المالية ولكن ماذا بعد ماذا بعد وصلي كلام من جهات رسمية بتتعامل في مسألة التعاقدات مع المدربين واللاعبين والمعلومة الحمد لله جات من برا مصر وعشان كده بابقى بسق فيها ثقة كبيرة جدا ان حصل اتصالات مع العديد من المدربين ابرزهم ابرزهم هيرفي رونار المدير الفني الحالي لمنتخب فرنسا للسيدات واللي المفروض عنده ارتباطات الفترة اللي جاية مع منتخب فرنسا للسيدات وكان قبل كده ليه تجارب عديدة في القرى الافريقية مسك المغرب في كأس الامم ويمكن كان موجود هنا في 2019 لما كان بيقود المنتخب المغربي في بطولة الامم الافريقية كان ليه تجربة جيدة جدا مع السعودية وكان معهم في اخر نسخة من كأس العالم قطر عشرين اثنين وعشرين المباراة كلنا اللي فاكرينها طبعا للخضر امام المنتخب الارجنتين اللي في النهاية هو اللي فاز ببطوية كأس العالم فراجل عنده خبرات كبيرة كسب كأس الامم الافريقية مع زنبيا مع الكود ديفوار فالرجل عنده خبرات كبيرة والشيء الايجابي كمان ان هيرفي رونار حاليا موجود في الكود ديفوار بيتابع كل مباراة كأس الامم الافريقية الراجل مرتبط جدا بالقرى الافريقية الراجل مرتبط جدا بالمنتخبات الافريقية متابع جيد جدا للقرى الافريقية كان فيه سعي من الاتحاد الافواري بعد اقالة المدير الفني اللي كان بيقود الفري في دور المجموعات أن هيرفي رونار يكمل المسيرة في بطولة الأمم ولكن الاتحاد الفرنسي رفض عموماً هننتظر ونشوف الساعات اللي جاية المفاوضات حسب ما وصلتلي بالمعلومات مفاوضات متقدمة جداً هل سيتم إنهاء الأمر مبكراً؟ الكلام اللي أصلي أن هيرفي رونار مرحب جداً على فكرة مرحب جداً ولكن لديه عدة شروط ليست شروطاً مالية في المقام الأول ولكن شروط لها علاقة بخطة العمل اللي عايز ينفذها مع الاتحاد المصري عم ننتظر ونشوف صحة المفاوضات هل ممكن يتم الاتفاق عليها في فترة رايبة جداً؟ هل ممكن يتم الانتهاء منها بشكل سريع جداً؟ هل ممكن يدخل أسماء أخرى في المفاوضات مع اتحاد القرى في الفترة اللي جاية في الظل إن فيه كمان طرحة آل وده من حوالي يومين ثلاثة كان على فكرة عودة كارلس كيروش المدير الفني البرتغالي اللي كان بتولى تدريب منتخب مصر في آخر نسخة من كأس الأمم ولم ينجح في الفوز بالبطولة رغم أنه وصل نهائي ولم ينجح في التأهل لكأس العالم رغم أنه خسر في رقلات الجزاء الترجحية أمام منتخب السنغال عم نشوف في الساعات اللي جاية لكن أبرز اسمين كتفاوض هيرف رونار وكترح إعلامي كان كارلس كيروش المدرب الوطني اترح اسمه المدرب الوطني اترح اسمه ولكن هل فيه اتصالات تمت مع مدربين وطنيين؟ اطلاق مفيش أي مدرب وطني اسمه اترح في الإعلام وتم التفاوض معاه بشكل رسمي ولو حتى من بعيد ولو حتى من بعيد تسألون عن رأي بما أنه مطلع أكتر على فكرة القرى الإفريقية والمدربين الأفرقى اللي بيشتغلوا مع الاتحادات الوطنية في القرى الإفريقية منتخب مصر عنده تحديين مهمين جداً في الفترة اللي جاية وبعيد وزيد تاني لأن الناس مش وقدة بالها منتخب مصر ما عندهش تصفيات كاس علم بس منتخب مصر عنده في شهر 9 اللي جاية تصفيات كأس الأمم الإفريقية المؤهلة لنسخة المغرب عشرين خمسة وعشرين في حال إقامتها في توقيتها في عشرين خمسة وعشرين لأنه برضو كأس الأمم اللي جاية لسه مش عارفين التوقيت الرسمي والاتحاد المغربي لما تم الإعلان عن استضافته للبطولة لم يعلن عن توقيت البطولة هل هتتلعب عشرين خمسة وعشرين ممكن تتراحها لعشرين ستة وعشرين ولا ممكن تتراحها للبطولات تبقى عشرين سبعة وعشرين وعشرين سبعة وعشرين تبقى عشرين تسعة وعشرين ده نشوف في الفترة اللي جاية ولكن منتخبنا عنده يعني المفروض تصفيات كاس عالم في شهر ستة وتصفيات كاس أمم في شهر تسعة فما فيش رفاهية وانا بأكد على نفس الكلمة اللي قلتها الاسبوع اللي فات مفيش رفايا في الوقت الناس اللي تقول لك احنا ليه مستعجلين في تعيين جهاز فن جديد لا انت مستعجل لان انت عندك تصفيات كاس عالم عندك مباراة مهمة جدا بعبوركينا فاسو في شهر ستة عندك تصفيات كاس أمم في شهر تسعة هيتم إجراء مرسم قرعة كاس الأمم وتصفيات كاس الأمم بعد بطولة الأمم الحالية في الكودزي فورف فلازم يكون فيه جهاز فني ده بخلاف ان عندك دورة ودية وأجندة ودية في شهر ثلاثة شهر الجاي في الإمارات العربية المتحدة الخبرات بتقول هيرفي رونار الخبرات بتقول هيرفي رونار ولكن لو الراجل جه وحط نظام الجميع لابد أن يلتزم بهذا النظام على الجميع لابد أن يلتزم بهذا النظام حتى لو حطي إيده في فكرة الدورة المصري تلاعب كم أسبوع لو حطي إيده وقالك الدورة المصري يبقى كم جولة لو الدورة المصري يبقى كم نادي عايز تنزله الستاشر لاربعتاشر نادي لازم تمشي على الخطة اللي عايز نفذها المدير الفني لأنه جزء من فشل روي فيتوريا أنه ما كانش فيه نظام وما كانش فيه قرار وما كانش فيه شخصية ده كان سبب كبير جدا في فشل روي فيتوريا مع منتخبنا الوطن عموما هنشوف إلا يحصل الفترة الجاية هيرفي رونار كانت من الأسماء اللي أكتر اسم تم تدوله في الإعلام الرياضي المصري آخر عشر سنين اسمه تتم تدوله كتير جدا ما بين منتخب مصر ما بين النادي الأهل ما بين نادي الزمالك أي نادي أو أي منتخب في المنتخبات في الفترة اللي فيك كان بيبقى فيه استقرار على تعيين مدير فني كان الاسم الأبرز كان هيرفي رونار فمرة تم تفاوض فمرة تانية ما تمش تفاوض عموما هنشوف إلا يحصل فترة جاية ولكن أنا بأكد لكم مصادر خارجية ومصادر في مصر أكدت بعد ما نشرت هذه المعلومة بتأكد بالفعل إن فيه تفاوض ولكن من خلال بعض الوكلاء والمدرب موافق جدا ومرحب جدا ولكن ليه بعض الشروط أنا كتبت الخبر وقلت الخبر وأنا عارف ناس كتيرة اشتغلت عليه ولكن ما عنديش مشكلة إن البعض اللي عايز يتابع ويعمل مطبعا فيش مشكلة لكن اللي بيزعع للواحد إنك ممكن تقول خبر وناس تنسبوا نفسها ولكن ما علينا المهم في النهاية النتيجة هل هيتم الإعلان بشكل رسمي والتفاوض ينجح مع هذا المدرب أم الاتحاد الفرنسي ممكن يرفض ولا يستطيع هيرفي رونار إنه هو يفق الارتباط مع الاتحاد الفرنسي لأنه حاليا كمان مرتبط بتعاقد الرجل مش فيه الرجل مرتبط بتعاقد طيب ده جانب مهم جدا عن منتخبنا الوطني واجتماع مهم جدا في اتحاد الكرة لترتيب المرحلة اللي جاية والإعلان عن المرحلة اللي جاية وهنا ننتظر ونشوف الاتحاد هيعلن بكرة عن إيه عشان الخطوات اللي جاية بخصوص منتخبنا الوطني كلكم شايفين طبعا نتائج مباريات كأس الأمم يعني أنا قلتها قبل كده وناس ما كانش مصدقة منتخبنا في طلط الأمم كانت سنة دي أسهل طريق يعني أنت طلعت تاني بمعجزة ونتائج غريبة جدا رايح تلعب الكنغو الديمقراطية في المشاكل الكتيرة اللي عندها الكنغو عندها مشاكل كتيرة محدش تعتقد أن الكنغو يعني هي فيه رفاهية وفيه مدرب أجنابي والدنيا عندك ويسا الكنغو بتحقق المعجزة في كأس الأمم السنة دي على فكرة ولع ذلك خرقت ولو كنت كسبت الكنغو تتلعب غينية وكانت فرصك في التأهل كانت أكبر يعني مشوار منتخبنا للوصول لنصف النهائي كان سهل جدا كان سهل جدا ولكن ما كانش فيه تركيز للأسف في الفترة الأخيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر